السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا كنتم تزوروا قناة وصفات أمينة الأول مرة كتمنى منكم تشاركوا في القناة بالتغطى للزيل الأحمر ما تنساوش تفعلوا الجرس باش تواصلوا بكل ما هو جديد كتمنى منكم تدعموني بلايت باش تجعوني نقدم مزيد من الفيديوهات بلعجبكمش الفيديو كتمنى منكم تشاركوا مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة مرحبا بكم أحبائي اليوم وفتح القابل نقدم لكم جوج ديال الوصفات باش تعاجوا اتهاب لوزتين او الحلاق بالنسبة للطريقة والوصفة الأولى غادي نحتاجوا فيها المكون ديال البصل الأحمر حبات بصل وحدة بالنسبة للطريقة تستعمل هاد الوصفة سهلة بزاعة فحتى الاطفال ديالكم كلهم يستعملوا هاد الوصفة من ست سنة واضفة ما فوق غادي تقضوا الحبات ديال البصل غادي اتحيدوا للقشور ديالك كيف ما شبتم معايا غادي نحكوها في الحكاكة ومن يتحصلوا اخواتي الى هاد البصل المشور غادي تصفيوا في الوصفات باش حصلوا على عصير البصل بعد اخواتي من اللي تاخدوا هاد العصير اذي الوصف غادي تبضعوه في كأس يكون صغير وتضيف عليه الماء الدافئ حوالي كأس من الماء الدافئ وهاد الوصفة الأحسن ستعملو غير حبات صغيرة منها البصل كيف ما كتشوفوا معايا غادي تكرارو استعمال هاد الوصفة من 3 حتى ربحات مرات في اليوم ومدة 3 ايام من تقضي طريقة الاستعمال غادي تقوموا غرغرات او مضت الماء هادا كله هاد الكأس اللي حضرتوه وغادي تقوموا غير بالغرغرات الى هاد الماء الدافئ مع عصير البصل وغادي تخلصوا من الماء ما غادي تشربوه وهاد الوصفة هي فعالة وغادي تحسوا بوحدة راحة كبيرة من الاستعمال الاول وستعملوا أخواتي البصل الأحمر هو اللي يصلح في هذه الوصفة حيث هو فعال بزاف وهذا الوصف تصلح للكبار والصغار على حد سواء ومن الأحسن كما قدت لكم استعملوا غير حبات صغيرة من البصل في كل مرة غادي تستعملي حبات بصل وحدة تكون صغيرة حيث هذه الوصفة هذي غادي تعادي تستعملها كل مرة بشكل جديد في كل مرة غادي تقوم ببشرة البصلة وتصفيها وتزديع لها الماء الدافئ في كل مرة بالنسبة للطريقة أو الوصفة الثانية هي طريقة للناس الكبار يجب أن يكون مسوس طبيعي مشي حلو وغادي تقوم بحرص فاص واحد من التوم الأحمر وغادي تخلطي مع هذي الياكورت الطبيعي اللي قد لك وهذه الوصفة غادي تناولوها على الريق هذي الوصفة حتى هي فعالة مرة وحدة في اليوم وحتى هي المدة ثلاثة أيام بعد مرور هذي المدة من استعمال لكم لأحد هذي الوصفات هذي الوصفتين هذو غادي تحسو بواحد التحسن كبير أما في حالة إلا كانوا هذي الاحلاق بالالتهاب ديالهم حاد وجربت الوصفات الطبيعية ومبنتش لكم حتى نتيجة فهذه الحالة خاصكم توجهوا عن طبيب هو اللي غادي يعطيكم العلاج المناسب وغادي شخص حتى الحالة ديالتكم هذا هو العصير ديال البصل ديالنا أخواتي دابا غادي انصبوا عليه الماء دافي مهم أخواتي هذا هو مشروب ديالنا ديال البصل لعلاج الجهاب اللوزتين او الحلاقم كتمنى الحلقة ديال اليوم تكون لها الإيجاب ديالكم اللي عجباتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي وتعموني بلايك بالنسبة لأخوات لماذا لم تشتركوش كتمنى منهم تشتركو ما تنساوش فعلوا جرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وإلى حلقة أخرى وإلى اللقاء